أخبار بعثة المنتخب الأولمبيلية أنهت إجراءاتها الخاصة باستخراج تأشرات السفر إلى مدينة بوردو بفرنسا لأداء مبارتين وديتين مع أوكرانيا ده حكون يوم 14 يوليو الجاري وبعدين نطش مع منتخب العراقي يوم 17 يوليو استعداداً للمشاركة في منافسة أولمبيات باريس 2024 من المنتظر استلام التأشرات بالتنسيق طبعاً مع اللجنة الأولمبية يتبقى لإجراءات السفارة الفرنسية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية خلال الساعات القليلة القادمة من ثم يتم تحرك إلى مدينة بوردو الفرنسية البعثة ستسافر بطائرة خاصة تم حجزها بالكامل وسداد تكلفها بعد استلام التأشرات بيواصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليوم في تمام الساعة 8.5 بمنعب الدفاع الجوي ده في إطار المعسكر المغلق بالقاهرة المنتخب أدى التدريبات بتاعته يوم الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني البرازيلي مي كارلي ده خبر من الأخبار اللي احنا طبعا كلنا عايزين نتطمن على بعثة المنتخب الأولمبي.